الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل house of the dragon أو مسلسل آلة تنين وصلت وحقيقة يا جماعة الحلقة كانت مرة مرة عادية إيش كنت متوقع بقول مرة رهيبة لحني نطلق واحد إنتم باش تابعوا ناكشينير لدي استمتعوا بالحوارات استمتعوا بالحبكة هو في حبكة هو في حوارات ما معانا للاكشين نستمتع فيه المهم يا جماعة دخلت على تقيمات موقع IMDB للحلقة الأخيرة والثامنة من مسلسل آلة تنين قلت خليني يشوف خليني يشوف أراء الناس حول هذه الحلقة معاني جلست في تويتر أتفرج وأشوف أراء الناس والكثير من التخبط حول هذه الحلقة ناس تيمدح وناس تسب فدخلت على موقع IMDB وبجاءت أقرأ مراجعة الناس لأنه مستحيل واحد يروح يسجل في موقع IMDB ويفتح الحلقة الثامنة ويكتب عنها مراجعة إلا أنه إنسان فعلا يبيقول كلام جواته كذا فهمين ومثل ما توقعت الأمانة في ناس مقيمين الحلقة واحد وفي ناس مقيمين ثلاثة وفي ناس مقيمين خمسة وفي ناس مقيمين عشرة حرفيا انقسم الجمهور إلى ثلاثة أقسام ناس مرة قاعدين يسبوا ويسخطوا في الحلقة وناس يعني في النص ما بين الخمسة والستة وناس جالسين يطبلوا فهل أنت من المطبلين يا عزيزي الوجيه أم أنت من المسفلين أم أنت في النص يعني واكتب لي في التعليقات عموما يا جماعة انتهى الموسم بعدد ثمان حلقات مع العلم وإن ما خانتني الذاكرة جورج آر آر مارتن قال إنه علشان يكون المسلسل منصف للقصة لازم يكون أربع مواسم بمعدل عشر حلقات لكل موسم طيب الحلقتين الأخيرة وينها يا هيتش بيو ها هتقولنا حلقتين الأخيرة أنويزي يا أخوان إن شاء الله نشوفكم في الموسم الثالث في سنة الفين وستة وعشرين الفين وخمس وعشرين حيقضوها تصوير الفين وستة وعشرين يمكن في منتصفها نشوف الموسم الثالث خوذلك تعليقات مع هيتش بيو ما عليكم يا جماعة هيتش بيو برضو مزبطين أنا مش هيتركونه في سنة الفين وخمس وعشرين في سنة الفين وخمس وعشرين رح ينزل مسلسل جديد من عالم جورج آر مارتن برضو رح يكون بعنوان نايت أوف ذا سيفين كينغدوم أو فارس الممالك السبعة أنا ما عندي معلومات كافية عن المسلسل صراحة ولكن اللي أعرفه أنه أحداث المسلسل رح تكون قبل مئة سنة من أحداث مسلسل ونقول إن شاء الله إن شاء الله أنه هيتش بيو تعلموا الدرس وما يعطبون لنا أم المسلسل هذا كمان ويعطونا مسلسل يليق بضخامة عالم جورج آر مارتن والتيزر الأول للموسم الثاني والمنتظر من مسلسل The Last of Us وصل وكان خفيف لطيف تقريبا 22 ثانية بس ولكن للأمانة التيزر كان فيه تلميحات جيدة قادرة إنها تعطينا تصور عن ما هو قادم في الموسم الثاني للأمانة أنتوا عارفين ممكن معظمكم يعرف أني سحبت على مراجعات الموسم الأول من بعد الحلقة البايخة واللي ما الأم أم أم لازمة مدره الثالثة مدره الرابعة ولكن خلينا نقول إنه إيش الموسم الثاني ما يكون فيه سبهلا لو زحف ما الأم ولازمة يركزون يعني على القصة كمون كمون عموماً الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us قادم بإذن الله في سنة 2025 متى في 25؟ الله أعلم ولكن إيش راح أعطيكم بإذن الله تاريخ لو تم توضيحه بشكل رسمي وفيلم ديتبول وولفريني يا جماعة الخير وفي ثاني أسبوع لها على التوالي في شباكة التذاكر العالمي خمنوا معايا كم قدر يجيب الفيلم قدر يجمع في أسبوعين بس أكثر من 820 مليون دولار يا ساتر أنا قلت لكم في الفيديو الماضي أو في فيديو المراجعة من دي في فيديو المراجعة أو فيديو الأخبار المبنى قلت لكم إيش؟ أول أسبوع جبله حوالي 300 مليون دولار حلم المليار يا جماعة إيزي ثاني أسبوع جاب 820 مليون دولار يعني الأسبوع الجاي مليار وزيادة بالراحة وبيدخل توب تين في أعلى الأفلام اللي جابت إرادة عموما يا جماعة الفيلم مازال محافظ على تقييم 8.1 من 10 على الموقع ام دي بي وأتوقع والله أعلم لو زاد عدد المقيمين للفيلم في موقع ام دي بي ممكن ينخفض التقييم وممكن يظل زي ما هو فرصة أنه ينزل تقييمه شوية واردة ولكن أنه يصعد مرة صعبة ولكن 8 من 10 لأمانة تقييم منصف وإذا ما تبعت فيلم ديد بول أند وولفرين للحين اسمع كلامي وروح تابعه التجربة السينمائية دائما أفضل بالذات في الأفلام اللي فيها مؤثرات بصرية وأكشن وشغل مرة ما تعوب عليه أهم شي تكون متابع الخمسين فيلم لعالم مارفل وليكسمن أه ولا لا تكلف على نفسك عناء الروحة للسينما ووفر فلوسك لا تروح تتابع الفيلم وانت من تداري إيش هو مارفل وإيش هو ليكسمن مرة ما يصلح واحد من أصحابي قل لي بروح تتابع فيلم ديد بول بس ما يعرف شي قلت له لا تروح قل لي والله بروح يا رجال بس تمتع كذا بس بشوف حق الطفش خرج من الفيلم وفوق راسه ألف علامة استفهام مداريش السالفة ولو حاب تتابع عالم مارفل والإيكسمن والسبايدر فيرس بالترتيب الكويس وبالترتيب يعني اللي نزل عليها الأحداث أو كيف تتابعها بشكل عام تعال تابعني على تويتر فيه ثلاث تغريدات نزلتها هناك كيف تتابع عالم مارفل وكيف تتابع عالم الإيكسمن وكيف تتابع الاسبايدر فيرس أضبطيكم عليه وفيلم كوايت بليس يا جماعة الجزء الثالث برض وصل وبجودات عالية تقدر الآن تقفل هذا الفيديو وتاخذ سكرين شوت للفيلم وتروح تتابعه من البيت بأعلى جودة محمد النعامي أتوقع تابعه بجوال الباندا ما عليكم من محمد النعامي تابع بأفضل جودة دايما ما شاء الله عليه ولكن يا جماعة يفترض أن الفيلم هذا هو الأقل تقيما في أفلام السلسلة وللأمانة ما سوى صخب زي الجزء الأول والثاني الجزء الأول والثاني كانت مرة خطيرة بالنسبة لي تابعت تقريبا أول نص ساعة من الجزء الثالث مليت وقفلت أم الفيلم ولكن مش غلط أنك تتابعه وتعطيه فرصة وترى عادي تقدر تتابعه مباشرة ولازم تتابع الجزء الأول والثاني أعتقد لأنه أحداثه تدور قبل أحداث الجزء الأول والثاني وابطال وغير وشخصيات وغير ولكن الحدث نفسه ولكن في حالك ما تابعت الجزء الأول والثاني أنصحك أنك تابعهم قبل الجزء هذا اسحب علوم الجزء هذا لو بتسحب لكن الأول والثاني حاجة مرة فاخرة فيلمين من أقوى أفلام الإثارة والرعب اللي شفته صراحة مشاهدة ممتعة وفي خبر حزين وجميل في نفس الوقت مانجا ماي هيرو أكاديميا أو بوكونو هيرو أو أكاديمية بطلي انتهت بشكل رسمي بالنسبة لي مش متابع للمانجا للأمانة فالموضوع يعني أنا تأثرت كده لما شفت الخبر صراحة بس برضو مبسطت أن القصة الحمد لله انتهت يعني ولكن خلونا نتكلم عن الأنمي الأنمي يا جماعة الأنمي يا جماعة خرافي 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 بشكل مستحيل أوصفه إيش تبغى قصة إيش تبغى موسيقى إيش تبغى أكشن إيش تبغى شخصيات إيش تبغى دراما إيش تبغى حوارات حاجة حاجة فاخرة من الآخر لازم لازم تروح تتابع ماي هيرو أكاديميا الآن أنا جالس أجمع حاليا حلقات الموسم السابع للمانة أول ما ينتهي بوم بروح انطلق تابعه وإذا ما خاب ظني الموسم السابع معد بقي شي وينتهي يمكن حلقة حلقتين ما أدري ولا ما أنا متأكد بس أتوقع أنه خلاص قرب ينتهي مش المسلسل كامل أو الأنمي كامل لا الموسم بس ولو ما تابعت الأنمي ترى هذه فرصتك بتخوش على كمية حلقات مرة طيبة وبتمبسط خذ كلامي بتمبسط تحب السوبرهير والأنيمي جوي بتمبسط روبرت كيركمن يا جماعة أحد مبتكري وكتاب مسلسل إنفينسبول أو مسلسل أنيميشن إنفينسبول في آخر تصريح له يقول علشان المسلسل ينتهي ويقدم بشكل كويس يحتاج من 7 إلى 8 مواسم يا شيخ صلع النبي يعني القصة مرة مطولة مرة مطولة المشكلة أنه أمازون إيش جالسين ينتجونه يعني كذا على أقل من مهلهم المسلسل بدأ في سنة 2021 وإحنا الحين في 2024 ما نزل منه إلى موسم ونص أي خذلك متى بينتهي بعد 2030 ما فيها كلام فلا تستعجل بمتابعة إنفينسبول خذوا أقتك يا رجل لو ما تتابعوا إلا بعد 2030 إن الله أعطانه عمر إن شاء الله يزاك سنايدر يا جماعة في أحد اللقاءات صرح تصريح لطيف وجميل آدمي أصلا لطيف وجميل ضعيف الله وخسارة كبيرة كانت على دي سي سألوا عن فيلم سوبرمان القادم وبالتحديد البدلة الجديدة لشخصية سوبرمان إيش رأيك فيها وإيش رأيك في الفيلم وهل أنت متحمس؟ وكان رده كالآتي قال لهم يا جماعة خلوا الفيلم ينزل إذا نزل إن شاء الله وخير وأنا متحمس جداً إن أشوف الفيلم وأشوف إيش القصة اللي بتكون فيه كلنا متحمسين يا عم وزاك كلنا متحمسين نشوف وش مهببة دي سي في سوبرمان الجديد وإن شاء الله إنهم يقدموا حاجة فعلاً تستحق الانتظار الوعد بإذن الله يا جماعة في سنة 2025 وبالتحديد في شهر جولاي ونشوف فيلم سوبرمان الجديد والله يا جماعة مو فاكرة إذا قلت لكم ولا لا ولكن احتياط احتياط في حال ننسيت ترى فيلم The Kingdom of the Planet of the Apes نزل جودة عالية تقدر الآن تتابعوا من أي مكان وفي أي زمن طيب تعالوا على الخبر التحفدة التحفدة توم كروز المهبول والمريض وغريب الأطوار خامنوا معايا ويش راح يسوي في الأولمبيات الحالية أو بالتحديد في ختام دورة الأولمبيات الحالية أول حاجة يا جماعة توم كروز بينزل في استاد معين في فرنسا واللي هو المكان اللي تقام فيه دورة الأولمبيات هذه أول ما ينزل هناك بيأخذ علم الأولمبيات للدورة الحالية ويطلع الطيارة وينطلق من فرنسا إلى لوس أنجلوس حلوين؟ حلوين وبعدين لما يصير في الجو وبالتحديد قريب من علامة هوليوود في لوس أنجلوس بيقفز من الطيارة وهو لابس مظلة ويفك المظلة تبع وينزل إلى علامة هوليوود ويحط علم الأولمبيات هناك ليش؟ لأنه يقدر ليش لا؟ وفي حال أنك ناسي أو ما تعرف المعلومة هذه تعال خليني أصدمك تدري أن توم كروز عمره 62 سنة ياب 62 سنة ما شاء الله تبارك الله وأنا عمري 33 سنة إذا شلت سطوانة الغاز أجلس يوماً على السرير أصيح ما شاء الله تبارك ما شاء الله سنختتم الفيديو بهذا الخبر العجيب والرهيب والغريب ياب نختتم ما في قصص ما في سواليف ما في أخبار كثيرة هذا الأسبوع وما في أخبار مهمة ولكن خلينا نختم بهذا الخبر فيلم إنسايت آوت الجزء الثاني وبعد مرور أكثر من ثمانية أسابيع على عرضه في صالات السينما وما زال يعرض في صالات السينما لو تحب تتابعه فيلم عائلة يلطيف ضريف تقدر تشوفه معاهلك تتابع الجزء الأول قبل ما تروح تشوف الجزء الثاني عشان تكون فاهم ستأل فواضع اسمه إنسايت آوت 2 المهم يا حبيب الفيلم قدر إنه يجمع أكثر من مليار وخمسمائة وعشرين مليون دولار تعرفيش يعني الرقم هذا يعني الرقم هذا خلاه يدخل توب عشرة كأعلى الأفلام اللي قدرت تجمع فلوس في التاريخ مش في السنة دي ولا في آخر عشر سنوات على مرة تاريخ طيب تدري هو سوى في لبل مين من الفيلم اللي كان في المركز العاشر كان فيلم أفينجرز اللي نزل سنة 2012 جاء فيلم إنسايت آوت وقال له حرك الفرق بينه خمسة مليون طبعا نزله وصار هو توب عشرة وبس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية فيديوش أخبار هوليود لهذا الأسبوع ضبط المظبيط يا وحش لايك للفيديو لو أعجبك اشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتعال تابعينا لمواقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش وكمان قناة القصص أو قناة الوجيه توك قناة أنزل فيها قصص بشكل أسبوعي وبشكل مستمر وراح تطلع لك ما راح تكون ضايع لأنه نفس الشعار بس بألوان ثانية أعطيكم العافية جماعة وكم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم